فلافيرو المشهور وصل يا جمهور اللايك السريع على الفيديو الفضيع فيرن ذاتي مرحبا في قناتي النهاردة جاتني رسالة شكوى مهمة جديا ساعي البريد تو وصل يا هلو مسهلة أنا غير سعيد قضيت يومي كله أحاول التفتيش عن عنوانك هذا ساعي البريد الموسعيد توقيعك لو تكرم اه؟ اتفضل أخونا العبقري فلافيلو وقع بصورة وجهه وبما وحيث أن أراءكم في غاية الأهم بورتنس عندي هفتح الرسالة قدامكم بشجاعة تعالوا نشوف كده من جد أساليبك كرياتيب زلوا ما تكسارك منظار بكرة تصير تلسكوب شامم ريحة الغضب بتتشعوط ولو حقراء السيد فلافيلو أما بعد فقد استنفت رصيدك من المزاح رصيد نوكة زيبانكو زيرو قادي رصيد نوكة ياهو كل شهر بيتجدد توماتيكي أما دا فهو رصيد شيكو ما عندي؟ رصيد؟ وبسبب ضحكو اضطر البقاء اللي لانشغال على عمله بينما فقد الفكهاني تركيزه ولم ينتبه لهروب البرتقال البرتقال أخد إفراج من أجل راحة وسلامة الحي فقد تم منعك من المزاح لمدة 3 أيام التوكيع نكابة الكوميديا إدارة الهوهوك اسم الهوهو كركعتوني ضحك يا ناس مستفيل مش هبطل نوكة طيب إيش بيصير لو نكت الجواب بيقولها هيصحبه رخصة التهريج رخصة إيش يا فلافيلو شيكو مستفاسبول لني مهربش بليز جمدني بالجهاز بتاع دكتور أبو العينين وسيحني بعد 3 أيام 3 أيام بدون فلافيلو تدلل كان 3 أيام بصاره 30 يوم ليش ما أحد ذكرني تكفون ما أحد يخبر فلافيلو فوكسي كلوكسي أخيراً ههركتاني يا شيكو ونشوف أول نكتة من بابا لطجبجة نكتة سخيفة ولا نكتة أسخف ولا أسخف نكتة في التاريخ ها مستجهزين كل ده كان تهريج يا بيبول يا ها 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 أنا اللي كتبت الجواب وبعدت لنفسي وادحكت عليكو عليكو ادحكت ادحكت عليكو ما هذا العبث هتسميه مزاحاً؟ عصابك يا شيكو بليز مو أنا هذا ساعي البريد المو سعيد ساعات وساعات وأنا أفتش عن عنوانك تعالى هنا سأعلمك كيف يكون المزاح أبسي كلوبسي أبسي شيكو قمدوا قاعد أحاول ما تنسوش اللايك على الفيديو بتاعي وكمان الاشتراك تحينوا بعد التجميد ريحوا واستراحوا 30 يوم بلى هذا الصداع ما أدري لو 30 يوم كفاية ولا 30 سنة باي باي